بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أمناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بالدرس السابع المكون تاريخ المرجع والجديد والاجتماعيات طبعا القسم السادس ابتدائي إذن الدرس كما ترون المغرب في عهد المارينيين ازدهار المهن والعلوم الهدف أتعرف مجالات علمية ازدهرت في العصر الماريني إذا سنتعرف على مجالات علمية ازدهرت في العصر الماريني ثم هندسة المساجد نعم هندسة ديها ثم أدرس شخصية أبي عينان لواء أبو العينان الماريني نعم إذن عدنا هنا أمهد لتعلمي تميز العصر الماريني بالتطور الحضاري في مجال العلوم والعمارة والمهن إذن مجال العلوم والعمارة والمهن وخاصة في عهد أبي عينان إذا ما المجالات العلمية التي ازدهرت في العصر المريني إذا سنتحدد على المجالات العلمية التي ازدهرت في العصر المريني ثم كيف كانت هندسة المساجد المرينية أخيرا دراسة شخصية أبي عينان المريني نعم نبدول أنشطة دابا نعم إذا سنصغر الصورة النشاط الأول هو أتعرف مجالات العلمية ظهرت في العصر المريني المدرسة البوعنانية ولاحظوا التصميم والصورة وأقرأوا النص نعم أول حاجة نشاهدوا التصميم دي المدرسة البوعنانية نعم إذا نبتوا شوي الكاميرا المدرسة البوعنانية نعم لاحظوا هنا هذه قاعة الدرس قاعة للدراسة هي هذه ها التصميم دياله وهذا الشكل ثم هنا فهذا الركن هنا الصومعة الصومعة نعم ثم هنا كنا طبعا دكاكين حوانيس وهنا هذا هو باب المدرسة ها هو هذا تصميم دياله أيضا وهذا باب المدرسة ثم عدنا هنا الصحن الكبير وهذا This is الصحن الكبير وهذا الصحن الكبير وهنا فورا وهنا هنا عدنا غرف خلف وهذه غرف خلف للطلبة خلف هنا هنا القناة المائية هنا المسجد هنا هنا الصوماء هنا قاعة الدراسة هنا الصح الكبير ثم هنا غرف طلبة وغرفة وهنا لدينا الساعة المائية هنا الباب المدراسة هنا الداكين ونفترض لدينا الصوماء نعم نعم سنقرأ الوثيقة أقام أبو عينان سنة 752 هجرية الموافق 1351 ميلادية هذا هو تاريخ بمدينة فاس ندار مدرسة أقام مدرسة أكثر تساعا من قرناتها إذ تتكون من طبقين أحدهم أرضي ويجتمل على قاعة للصلاة المسجد بها من بر مما يدل على إقامة خطبة الجمعة إذن عندما يتم خطبة الجمعة وقاعتين طبعا أخرين للدراسة وغرف للطلبة طبعا السكن لهم والثاني علوي مخصص للغرف لا غير في غرف طبعا فقط كما أن لها صومعة ومرافق خارجية تتمثل في ميضاءتين جوج ميضاءت مكان الوضوء وساعة مائية قبالة المدخل الرئيسي هذا فيما يتعلق طبعا بمدرسة البعنانية بمدينة فاس أتمنى تكون صورة مقادة ها هي مدرسة طبعا هذه صورة داخلية للمدرسة البعنانية ببنينة فاسدية من الداخل هنا طبعا نحاول أن نشوف هذا الجدول وهذا كيف نتعامل مع كيف نصف مدرسة نعم أصف المدرسة البعنانية للمدرسة البعنانية من حيث أول حتى نقرأ هذا الجدول جدول يحدد شروط وظروف دراسة بالمدرسة البعنانية بفاس جدول شروط وظروف قصة الشروط السن شروط العلمية مدة الدراسة المواد مد قادرسة وظروف الدراسة لو أنسم سم تكونء يعني في القرآن معنى الثروف 200 عام ните måذي لي廚عين سنة الناح فقط اثنى كهن kiper يستفيدون من العديد وذلك سيكون عنده yr 20 سنة شروط العلمية قص رiphب القرآن قص رحب ك impressed علم العلم القرآن والحادث والفق号 واللغة هذه شروط العلمية ومدر الدراسة فيها عشر سنين حوالي عشر سنوات والمواد مدرسة كل اللغة العربية الفيق التفسير التاريخ وظروف الدراسة الساكل إن ظروف ملائمة كنا الساكل جيدة أو حسنة الساكل كسوى الطعام نعم أصف المدرسة البعينية من حيث التعريف بمكان وجودها مكان ديلا قلنا في النصق بلفاس وأسسها أبو العنان الماريني أبو العنان الماريني تاريخ تأسي زراك لنا قبيلة تاريخ تأسي زراك لنا قبيلة 752 هجرية 1251 هجرية بمدينة فاس وأسها أبو العنان نعم نعود إلى الأسئلة أبو العنان إذن تاريخ تأسي زراك لنا مرافقها نحن تكون طبعاً يوجد طبقين كين طبقًا الواحد فيه طبعاً كنا قاع على الصالة برنامو قبيلا سأعطيكم الجواب لهنا إذن فينا هما طبعاً هالجواب إذن مكان وجود مدراسة البعنانية فاس أسسها أبو عين الماريني طارق تأسيس قنة 752 هجرية موافق آف 851 دية مرافقها ووظائفها في الماضي كان مزيد للصالة وإقامة خطبة الجمعة قاعة للدراسة تدريس اللغة العربية الفيخ التفسير وكذلك وغرف الطالبة يعني توفير السكن للطالبة إذن كانوا الطالبة يجدون السكن ميضاءتين مكان الوضوء والاغتسال وطبعاً المئدانة أو الصومة على الأهداء طبعاً ثم كان عندهم ساعة مائية والصحن الكبير طلبوا من نفس الشروط الاتحاق بها يعني حفل القرآن الكريم يكون الإلمان بعلم القرآن والحديث والفقه وكذلك اللغة تكون عنده اللغة والظروف ديالها كما ترون هذه الظروف ديالها إذن الظروف كانت جيدة فعلاً توفر السكان الكسوة والطعام للطلبة والمواد مدرسة نعم كل العربية لغة العربية الفيخ التفسير وطبعاً التاريخ إذن هذا بالنسبة نشوفوا السؤال الثاني استثمروا أهمية هذه المدرسة في الحفاظ على استمرارية العلم الدينية طبعاً فمدرسة هذه المعلانية كانت لها أهمية كبرى و جيدة في الحفاظ على استمرارية العلم الدينية باعتبار أنها توفير الظروف الدراسة الملائمة من سكان وكسوة الطلبة طبعاً سنرى ذلك هو حد السيغة لعبت المدرسة البعنانية دوراً أساسياً في الحفاظ على مدى استمرارية العلم الدينية في المغرب لما وفرت من ظروف مناسبة للطلبة من سكان ونباس وطعام واهتمت بتدريس العربية والفقه طبعاً التفسير والتاريخ وتخرج عدد كبير ميناء الفقهاء والعلماء في هذا المجال الديني نعم دباً الآن سنمر إلى ناشات المواليين نقرأ هذا الشيء هذا الوثيقة الثانية أصفوا مظهراً حضارياً مارينياً دباً نعم شو هندسة المساجد أقرأ النص هندسة قلنا المساجد تميزت هندسة المساجد المارينية بالدقة والروعة وازدانت بزخاريفة غطت كل المساحات دون أن تترك أي فراغ نعم إذن ازدانت أو زينت بزخاريفة غطت كل المساحات دون أن تترك أي فراغ وأدخلت مواد أخرى هناك الجبس بجانب الجبس لم تكن تستخدم في العصور السابقة نفذت عليها هذه الزخاريف كزليج الذي استخدم في كسوة الأجزاء السفلة للجدران وفي كسوة واجهة المآذين والخشب الذي استخدم في كسوة الأجزاء العلوية من الجدران كما يلاحظ غالب الطابع الأندلسي إذن فهناك امتزاج بين الطابع الأندلسي والطابع طبعاً الماريني الماريني على الفن الماريني وذلك العكاس للعلاقات الواطيضة التي كانت تربطه بين الماريني والأندلسي إذا كانت هناك علاقة قوية بينهم فهناك الطابع الأندلسي طبعاً والطابع الفني إذن ها طبعاً تصميم ومرافق مسجد بن صالح بمراكش هذه هي طبعاً المحراب وطبعاً هنا هذه هي الصومعة وطبعاً هذا هو اللي هو السقف دي المسجد ثم عدنا هنا طبعاً هنا يكين الصحن وهنا طبعاً بلاطة القبلة نعم هي بلاطة القبلة ثم هذا هو المدخل هذا هو المدخل إذن هذا تصميم لمسجد بن صالح أحسن قرأوا ثاني الوثيقة نعم نعم أحسن قرأوا الوثيقة أقرأوا الوثيقة والسعينوا بالبطاقة إذن لأدرس معلامة لدينا المؤسس أبو الحسن المريني نقول لها تاريخ 718 هجرية 1318 ميلادية الموقع المساحة الموقع مراكش الأبواب ثلاثة مواد البناء هيا الجبس الآجور الآجور الطابية خشاب والصو مع العلو ديال 7.2 متر بطاقة مساعدة لدراسة معلامة تاريخية أولاً نحضر الموقع إلى مدينة كما قلنا مدينة مراكش ثم تجميع معلومات تاريخ البناء 718 هجرية 1318 ميلادية المؤسسة هو أبو الحسن المريني الوظيفة في الماضي والحاضر فطبعاً المسجد كان للصلاة ووصف مرافق ومواد البناء والأشكال المستطيلية وصنرة الزخرفة وبعض التشهيزات إذا حددنا مكان وطاريخ بناء المسجد ووصفنا مرافق سنصف مرافق من الخجو الداخل وأبين وظيفته نعم إذا ها هي وحد معلومات ها هي إذا عدنا هنا كما قلنا أعتذر هنا مكان مكان وتاريخ بناء المسجد قلنا مراكش 718 هجرية 1318 ميلادية وصف مرافق المسجد ابني صالح من الخارج كنا الصوماعة علوة 27 متر كما رأينا ثلاث أبواب ومن الداخل فيها الصحن الصحن كيكون كبير بلاطة القبلة ثم كنا المحراب ووظيفة المسجد طبعاً للصلاة ووظيفة المسجد للصلاة نعم الآن سنمر إلى استخلص خصائص هندسة المسجد لدى المرينيين وعنايتهم بمواد بناء وزخرفة ومظاهر تأثرين بالمعمار الأندلسي رقينا في النص أنه هناك امتزاج أو تمازج بين الطابع الأندلسي والطابع المريني إذن إذن تميز خصائصه هندسة المسجد لدى المرينيين بالدقة أو لوها أو لوها عناية فائقة حيث أثقنوا تزهين جدران والأعمدة والأقواس بالجبسي والزليجي والرخام والخشب المنقوش كما تميز البناء وبتميز المعمار الفني المغربي والأندلسي طبعا طلبوا مننا نحدوا الميهن التي كانت أنا ذاك إذن هذه الميهن نحن نجيب الصورة مقادة نوعا ما إذن لدينا نظهرها نوعا الميهن لدينا طبعا هذه الميهن التي برزت في العصن هي النقش على الخشب صناعة زليج النقش على الجبس أدرس شخصيات مالك شجعه على تملك العلم أوله أبو العين المعيني نعم يكن أبا عينان لقبه المتوكل على الله بيعفت الإمسان في عام تسعة واربعين وسبعمائة وكانت دولته يعني حكمه تسعة أعوام وتسعة أشهر وتسعة أشهر طويل قامة المواصفة الدولة طبعا الخلقية نحيف البادان كان فارسا شهما شجاعا حسن الثقافة وكان ثقيا يناظر أي يناقش العلماء ومعرفته بالفقه تامه وكان عارفا بالمنطق وأصول الدين ولو حد طبعا صالح في العربية والحساب وكان حافدا للقرآن وللحديث فصيح القلم طبعا كاتبا بارع الحظ نعم بعض العلماء زمانه يعني عايشوه كان ابن الأجروم النحو الموضوع والمؤلمات الأجرومية ابن الأجروم ابن أبي زرع كان في التاريخ الموضوع التاريخ والعنوان المؤلف هو الأنيس المطرب ابن بطوطة معروف بالرحلات ومن المؤلفة تحفة مضار ابو العباس ابن البناء العذدي الرياديات الفلاك التلخيص للحساب عائشة بنت الجيان هي الطب لم تخلي المؤلمات كانت مختصة في الطب عبد الرحمن بن خلدون تاريخ معروف عليه وكتاب العبار نقرأ الوثيقة حتى ننتقل إلى الأسئلة بطاقة منهجية لدراسة شخصية أولا هوية شخصية التاريخية اسبوه لقبه وقبيلته لأبو العنى المريني تحديد الفترة الزمنية التي عاش فيها أصله هو أمازيق أو العربي أو أوروبا أو أفريقيا وانتماء الاجتماعي ليس من الأشرف أم من عام ما تشاهد الصفات الخلقية والخلقية الوصل وطباعه مؤهله والمهام والوظائف والمهام والمهام التي تقلدها وشكامة المدنية والعسكرية والجتماعية ثم إنجازاته إذا ندرسه شخصية أبو العنى نشرنا بعض الشخصية سنرى وحد فكرة نعم إذا ها هي أعتدرها نرقى ذلكم هذا بنسبة طبعا الفكرة ها هي أبو العنى المريني لقبه المتوكل على الله دام حكمه تسعة أعوام وتسعة أشرة كما قلنا إذا صفاته الخلقية طويل قاما نحيف البدان تميز بالشجاعة وشهم وحسن الثقافة وكان فقيها متمكيا من الفقه والمنطق وأصول الدين أنشأ خزانة بها كتب العلم الأبدان والأديان واللسان والأدهان هذه للإستئناس فقط أتمنى أن تكون غسابة